الارتفاع الأخير بعدد الإصابات بفيروس كورونا في العراق وضع الجميع أمام حقيقة مفادها إن التحذيرات التي كانت تطلقها الجهات الصحية في أوقات سابقة لم تأخذ صداها المطلوب ولم تجد آذانا صاغية لدى المواطنين الكثيرون قابلوا التحذيرات بعدم اكتراث وتقليل من خطورة الوضع وترتب على ذلك عدم التزام ملحوظ بإجراءات الحظر وخرق كبير في مختلف مناطق بغداد والمحافظات مسؤولون بوزارة الصحة كشفوا عن مخاوف من ارتفاع معدلات الإصابة لتصل إلى ثمانمائة أو ألف حالة يوميا وهي أرقام تنظر بعواقب وصفتها وزارة الصحة بالكارثية افتراض الوصول إلى ذلك العدد من الإصابات على أسوأ تقدير يفتح الباب أمام تساؤلات منطقية تتعلق بقدرة الجهات الصحية على التعامل مع الارتفاع المحتمل بعدد المصابين في ظل الطاقة الاستيعابية للمستشفيات في البلاد والضغط المتوقع عليها وعلى الكوادر الصحية التي أنهكها العمل المضني خلال الأسابيع الماضية في مواجهة الوباء الارتفاع الأخير بعدد الإصابات والوفيات الذي امتد ليشمل محافظات إقليم كردستان التي كانت إلى الأمس القريب الأفضل حالا والأقل من حيث عدد الإصابات على المستوى الإقليمي يفرض على الجميع العودة إلى منطق العقل والحكمة ومراجعة الأخطاء والإسراع بالاستجابة لنداءات الجهات الصحية والأمنية على أن يرافق ذلك التزام تام بجميع التدابير الوقائية وإجراءات الحضر مسؤولية مواجهة الأزمة تحتم على المواطنين العمل بروح الفريق الواحد والتعاون مع الجهات الحكومية بهدف تقليل الأضرار المتوقعة وتمكن الحكومة من التفرغ للتصدي إلى مهام أخرى تتمثل في مواجهة الإرهاب والأزمة المالية وغيرها لتجاوز المحنة والوصول بالبلاد إلى بر الأمان ترجمة نانسي قنقر